القاضي أمامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي هنرد فيها على أول تعليق من إمام عشور بعد فوز النادي الأهلي على النادي المصري بالأربعة وإمام عشور بيتغنى بيتغنى بالنادي الأهلي ويسبب صدمة قوية في نادي الزمالك شاهد ماذا قال إمام عشور ولكن قبل ما نبدأ فيديوهاتنا ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ولو جديد معايا في القناة ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك أهم أخبار النادي الأهلي أول بأول بعد انتهاء مباراة النادي الأهلي والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بأربعة أهداف دون رد مقابل لا شيء فقد خرج إمام عشور وصلح الوافد الجديد للنادي الأهلي وأدل بتصريحات قوية جدا نقلتها قناة بي إنس بورتس القطرية وقال سعيد جدا بالفوز النهاردة على النادي المصري في أول مباراة لنا بالدولي وسعيد بصناعاتي لهدفين مع النادي الأهلي ضد النادي المصري ليعرف الجمهور العزيز والمحب للنادي الأهلي أدئيه إمام عشور حابب إن هو يلعب في النادي الأهلي ويدي للنادي الأهلي لدي الكثير لأقدمه للنادي الأهلي ومع الوقت والانسجام إن شاء الله هقصر الدنيا وهقدم أنا وزملائي أفضل أداء في المباريات اللي جاية فجميع اللاعبين أدوا أداء فوق الممتاز وكانوا على مستوى ثقة كبيرة جدا ومستوى ثقة الجماهير بهم أعرف جيدا طموح النادي الأهلي وطموح جماهيره وأعلم أنهم لا يقبلون بغير الفوس في كل المباريات لبعض الانتقادات خلال مباراة اتحاد العاصمة ولكن أنا الآن ألعب في نادي القرن الإفريقي وتحقيق الأرقام القياسية شيء عادي بالنسبة لأي لاعب داخل صفوف النادي الأهلي لا نقف على مباراة واحدة وهدفنا نعرفه جيدا كنت حزين جدا على خسارة لقب السوبر الإفريقي ولكن الجميع شاهد أسباب الخسارة فالأهلي يفوز على أي فريق في الظروف الطبيعية أعرف أن علينا أن لا ننظر إلى الخلف وعلينا مواصلة كتابة التاريخ الذي يكتبه الأهلي بمفرده حققت حلمي بارتداء قميص النادي الأهلي أريد أن أكرر مسيرة نجوم كبار في النادي الأهلي حتى مسيرة اعتزالي لدينا العديد من البطولات هذا العام حصدها جميعا بدأناه بالدوري وخلال أيام سنلعب كأس العالم للأندية سنحاول أنا وزملائي سنحاول أنا وزملائي تقديم مستوى كبير يليق بالنادي الأهلي في كأس العالم للأندية في النهاية لو أنت محب للنادي الأهلي يريد تكتب لنا تعليق وتقول لنا إيه رأيك في كلام إمام عشور ولو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك للفيديو وصلى عن نبي في التعليقات وقول عليه أفضل الصلاة والسلام ويريد تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا أشوفك على خير يا صديقي وأشكرك إنك كملت معايا الحلقة للنهاية واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته